اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب إله العالمين البشير النذير والسراج المنير الذي بعث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبل قاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة نامية حياكم الله أيها الأحبة مشاهدين الكرام نحن وإياكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى ولادة سيدي ومولاي علي بن الحسين السجاد زين العابدين سلام الله عليه نبارك لكم حلولا شهر شعبان هذا الشهر العظيم شهر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الشهر الذي فيه ولادة الأقمار المحمدية أقمار آل البيت عليهم السلام لذا نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبركات لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولجميع المراجع العظام ولكم أيها الأحبة المشاهدون بهذه الذكرى ذكرى الولادة الميمونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إضافة إلى أرحب بضيفي فضيلة الشيخ علي السعيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومبارك لكم هذه الولادة الميمونة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم بداية شكرا جزيلا لجنابكم وكما بدأتم بهذا التقريض وهذا البدء المبارك نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأسعد الله أيامنا وأيامكم بكل خير بدءا بحلول شهر شعبان المعظم كما ذكرتم مرورا بالولادات الميمونة للأئمة الأطهار صلوات الله وسلام عليهم بدءا من مولانا أبي عبد الله الحسين ثم أخيه قمر العشيرة ونورها ونوارها أبو الفضل عباس وصاحب الذكرى مولانا زين العابدين وسيد الساجدين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أحسنتم شيخنا العزيز شيخنا الفاضل هل سلطت الروايات والنصوص التاريخية الضوء على النشأة الكريمة لسيدنا ومولانا الإمام السجاد عليه السلام جزاكم الله خير لا شك أن الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم بصورة عامة هم صفوة الله سبحانه وتعالى اختارهم ديان يوم الدين ولدينا روايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وعليه والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم بل ما دام ذكرنا النبي صلوات الله وسلامه عليهم هناك عدة روايات تشير بيد الإشارة إلى ذكرهم أنه كناهم ولقبهم وسماهم بأسمائهم لا سيما صاحب هذه الليلة أو صاحب هذه الذكرى الإمام زين العابدين في رواية عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه معنى الرواية يقول أنا عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبين يديه غلام يدرج كان يقصد الإمام الحسين سلام الله ابن أربع أو خمس سنوات قال يا جابر ستبلغ ولد من ولد هذا ينادي المنادي يوم القيامة أين زين العابدين وسيد الساجدين فيقوم عنق من الناس يتخطاهم ولد من ولد هذا هو علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إذن إشارة إلى أنه لم يكن ولد في ذلك الزمان لكن إشارات الصريحة والصحيحة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله بيّن أسماءهم وألقابهم وكناهم واحدا واحدا من أمير المؤمنين حتى بلو قائمهم بالحق الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وآله حسنتم كثيرا كما تعلمون جناب الشيخ أن الإمام السجاد عليه السلام ولد في جو ولد من أبوينهم كانوا في مستوى رفيع في عامة الناس كما تعلمون أنه الإنسان عندما يريد الزواج يبحث في بيوتات العريقة فكيف أنه الإمام السجاد عليه السلام كان من ولد أمير المؤمنين ألا وهو والده الإمام الحسين عليه السلام وجده أمير المؤمنين وهم سادة بني هاشم وسادة قريش كما أن والدته هي السيدة شهربانو بنت يسجد ملك الفرس السؤال هنا أنه لماذا أهل البيت سلام الله عليهم حرصوا على أن يكون الزواج بهكذا شكل يعني أنه لا سيما أن بعض الأئمة عليهم السلام أمهاتهم من المغرب ورومية وما إلى ذلك لماذا حرص الأئمة سلام الله عليهم على التركيز على هذه النقطة بل هناك عفوا الروايات تقول أنه لما جئ بالأسرة في معركة القادسية فاحتاروا بشأن هذه المرأة الخفرة الصالحة صلوات الله وسلام عليها فكانت من ضمن الأسرة فاحتار المسلمون في ذلك الزمان فأشاروا على أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليهم يا أخو رسول الله أعلمهم بالدين وأفقهم في ذلك الزمان أمير المؤمنين سلام الله عليهم في حياته ما نصنع مع هذه المرأة لها أكثر من اسم شاه ربانو أو شاه زنان باختلاف التسميات فعلا بتكبير الفرس يزدجرد كان في ذلك الزمان ملك الفرس قالوا هذه من الخفرات قال لا تعامل كالبقية بل تخير في أمرها وفي شأنها قالوا كيف يا أبا الحسن ويا أمير قال يعرض شبان قريش وشبابهم إن أرادت الزواج على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وآله أن تختار واحدا منهم وفعلا عرضوا من ضمنهم أولاد أمير المؤمنين وكان واقفا بأبي وام يقولون كانت الطريقة أو أن تلقي بخمارها من ديل أو شيء على من تختاره فألقت خمارها على الحسين بن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلام علي فتبسم أمير المؤمنين سلامه الله عليه ومشى إليه ووضع يده على كتف ولده أبو عبد الله قال الله الله فيها يا أبا عبد الله هذا الأمر كان مدروس أنه أمهات الأئمة عليه السلام كانوا يختاروه من قبل أصلا يحدث أي شيء من قبل هو هذا الأمر الذي صار بعد الغزو الذي صار على الفرس وحصلت جلب الرهائن والأسارة واختيرت أمام الناس ولكن بالواقع هي مختارة منذ الأزل لا شك أن الله سبحانه وتعالى القرآن يشير إلى هذا المعنى جزاكم الله خير اللطيف الذي ذكرتموه القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين درية بعضها من بعض إلى آخر الآيات المباركة فكيف بآل النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنهم صفوة الله الأرحام مختارة من المؤكد هذا المعنى الذي أشرتم إليه فكيف يرتب الأحداث كيف تسير الأمور المفارقات التبعات ما تترتب عليه من الحال الله كفيل سبحانه وتعالى يهيئ الأحداث ليكون ذلك الحدث ليكون ذلك الأمر حتى أن دعوة همير المؤمنين شاهد حينما ذكرت قبل قليل وضع يده على كتفه قال الله الله فيها فإن الله سيرزقك منها غلاما هو خير أهل زمانه فرزق منها بزين العابدين صلى الله عليه وسلم نعم لو نتساءل لماذا هذا الحرص من الأئمة سلام الله عليهم في اختيار الزواجات أمهات الأئمة وزواجات الأئمة واحدة مغربية وواحدة فارسية ورومية هذا السؤال ممكن أنه نقسمه إلى شقين إذا تأذلي أو أكثر من جواب لكن جوابين قد يكونين أو يصيبنا المعنى إن شاء الله أول هدف المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم وهو القائل ولقد كرمنا بني آدم والأحاديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كما أن القرآن يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم جعل المعيار التقوى والنبي صلى الله عليه وآله والأترة الطاهرة من بعده كانوا مصداق لهذا القول السماوي والإلهي أيضا النبي في حديث عندنا لا فرق بين عربي وعجبي إلا بالتقوى خلوا معيار لكن في ذلك الزمان كان مو بعيد عن أنه يفتخرون بأنساب معينة بألقاب معينة حتى أن السور تشير ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بعض في معانيها يقول أني من بني كذا أني من بني كذا أني من العشيرة الفلانية والأحاديث الشريفة والآيات المباركة تقول سواسية كأسنان المشت نعم المعيار هو التقوى هو التقوى فتجد أن أهل البيت نفذوا وطبقوا حقيقة الأمر الإلهي الذي أراده بحذا أفيري بدءا من النبي الأكرم صلى الله عليه نبي واحد من زوجات مارية القبضية رضوان الله تعالى عليها فأمهات الأئمة تجد إمامنا الصادق سلام الله عليها أو الإمام موسى بن جعفر ومن الإمام السابع وحتى الإمام الثاني عشر كلهن كنا من هذا النوع أحسن وأضيف على كلامكم جناب الشيخ أن المجتمع كان في حالة تفاخر مثل ما ذكرتم هذا التفاخر بالأنساب وبالجاه وبالأموال وما إلى ذلك كان يحتاج إلى كسر لحد كبير حتى المجتمع يعرف أنه أنتم سواسية والتقوى هي المعيار يعني أنتم الآن إمام زمانكم المفترض الطاعة وهو الشخص الذي إن عصيت أمره لا تحمد عقباك وأنت مجبر على إطاعة أمره هو ابن جارية بعيدا عن أنكم تسمون الجارية وتستنقصون من قدرها هو ابن جارية فتعقبا على كلامكم جزاكم الله خير فعلا هو تشوف الأئمة تزوجوا بحتى أمها ولد يعني هذه نوبية وهذه مثلا من بلاد المغرب سمانة من بلاد المغرب كانت رضوان الله تعالى عليها وهذه حميدة المصفات وهذه أم الإمام الحج عجر الله تعالى فرج نرجس نعم سيدنا بلاد الروم بلاد الروم وهذه مصاديق كما ذكرنا قبل قليل أنه هناك أمور نظرية لكن تطبيقها على أرض الواقع والفعل كانت منهم سلام الله عليهم فكانوا أول من نفذ أمر الله سبحانه وتعالى في السير بما أراد أن من حقيقة إكرام الإنسان وإيجاده هذه يعني حتى الإمام الجواد مثلا كان أسمر إلا أن يقولون لأن أمه كانت نوبية أو واضحة القضية لا هذا لا ينقص من قدره أو من مقامه بقدر ما شاء الله أن يرفع مقامه السامي والجلي أحسنتم كثيرا جناب الشيخ كما تعلم جنابكم أن الإمام السجاد عليه السلام ولد في السنة الثامنة والثلاثين في اليوم الخامس من شهر شعبان وامتد عمره الشريف ما يقارب إلى سبعة وخمسين سنة هذه الفترة الصعبة التي عاشها الإمام كانت من ضمنه الفترات الصعبة وأصعب ما كان هو واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام فكيف استطاع الإمام السجاد عليه السلام أن يجمع شتات المسلمين بعد واقعة الطف أو بعد هذه المحنة الكبيرة التي حدثت شكرا جزيلا في الحقيقة هو لربما من الفترات الحرجة والصعبة جدا كانت فترة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كلنا نعلم المفرق الخطر والتقاطع الذي وصل إليه المسلمون أو الناس بصورة عامة في ذلك الزمان كانت يعني مفرق خطر جدا بحيث وصلت الأمة إلى درجة أن تتبع أو تتخذ أميرا أو خليفة ذلك الخيشوم الميشوم أجلكم الله يزيد عليه العائن الله النزق والخرق وما فيه من صفات سلبية وتلجأ إلى قتل ابن بنت نبيها ابن يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين وبن رسول رب العالمين وبن سيدة ابن أصل الدين أصل الدين ومنبع الدين وهم سلام الله عليهم بل أنه لم يكن إمام معصوم في ذلك الزمان إلا أبو عبد الله سلام الله عليهم وله الولاية فعدلت الأمة وأيضا الفترة لم تكن بعيدة بينه وبين النبي صلى الله عليه وعليه سنة إحدى وستين هو عشر أمير المؤمنين سلام الله عليه وكانوا عمره سنتين سنتين فمن بعد هذا الحال الخطر أنه تزهق أرواح العترة الطاهرة كان تكليف الإمام وما أنيط به من مهام صعبة جدا لا يليق بها إلا هو صلوات الله وسلام عليهم هذا من جانب من جانب آخر هم دعاة الله سبحانه هم دعاة إلى الله هم سبيل الرشاد والمحجة الواضحة التي إن سار عليها الناس نجا يرون ما أناط الله بهم من تكليف هو هداية الناس رشاد الناس الأخذ بأيد الناس إلى طريق الخلاص والنجاة الذي هم فيه من أجل ذلك كان العبع على الإمام سلام الله عليه ثقيل وثقيل جدا في نفس الوقت والتحديات والتحديات التي كانت أيضا جدا صعبة نعم بحيث هو في زمان قتل وسلب وإراق لتلك فكان توجهه توجه آخر صلوات الله وسلام عليها منها أنه اتجه إلى دعوة الحق وهو أمر الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فكانوا مصاديق هذه الآية وإلا هم مستجابي الدعاء كان بإمكانه بدعوة واحدة يجعل ما لكن الله يجري الأمور بما يرتضيه هو فهم حقيقة المنفذين لأوامر الله سبحانه وتعالى وإلا ولايتين تكوينية وتشريعية عند الإمام نعم لكن اتبع هذه الدعوة لجأ إلى موعظة الناس إلى هداية الناس إلى إزالة الغشاوة التي كانت على أعين الناس في ذلك الزمان عرفهم بالمقدار الخطر المحدق بهم لو أنهم بقوا على ما هم فيه بهذه الطريقة جمع مولانا الإمام السجاد عليه السلام شتاة المسلمين ووجههم نحو الطريق الحق أحسنتم جناب الشيخ أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى حياكم الله مشاهدين الأحبة نعود إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل هذه الحلقة الخاصة بذكرى ولادة سيدنا ومولانا علي بن الحسين السجاد زين العابدين سلام الله عليه وأكرر ترحابي بكم ضيفي العزيز جناب الشيخ علي السعيد حياكم الله مرة أخرى حياكم الله وبياكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم نستكمل حوارنا كما ذكرنا قبل الفاصل أن الإمام السجاد سلام الله عليه كان يدعو دعوة الحق وأن أكثر ما وصلنا من الآثار من الإمام السجاد عليه السلام هو الدعاء وما هو أثر الدعاء في توجيه الناس وتوجيه المسلمين لا شك أن الدعاء هو الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى الآيات تشير إلى التركيز على جانب الدعاء وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى حينما قال بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم في موضع آخر وإني قريب أجيب دعوة الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء لكن طريقة الدعوة إلى الله وهي طبعا صلة بين العبد وبين ربه والدعاء هي المحاورة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى كما أن الصلاة هي الرابط بين العبد وبين الباري الله صادق الوعد وصادق العهد حينما يقول ادعوني لكن على الإنسان أن يعرف المفتاح لهذا الدعاء يعني الطريقة الصحيحة للدعوة بحيث تكون نحن عندنا في دعاء أمير المؤمنين في دعاء كمايل يقول اللهم اغفر لي ستة ذنوب تمنع واحدة منها الدعاء اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام تغير النعم إلى أن يقول تحبس الدعاء اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء ثم يقول التي تقطع الرجاء وهكذا واحدة تحبس تحبس للدعاء أفوا فأهل البهد سلام الله عليهم يعطوني المفاتيح بل لذة في الدعوة عند الإمام زين العابدين صلوات الله وسلام عليهم يعني ليتصفح الصحيفة السجادية مثلا على سبيل المثال ويجد هذا التراث العظيم الذي خلفه بين ظهرانينا صلوات الله وسلام عليهم صحيح أباء وأجداد الكرام صلوات الله وسلام عليهم كان لهم الأثر الطيب لكن هو بالذات عرف بهذه الصحيفة السجادية وما فيها هذه الصحيفة المباركة هو الإرث القيم الثاني درجة بعد نهج البلاغة عندنا بشكل خاص نعم هو المفاتيح نحن الآن كمسلمين بصورة عامة وكأتباع مدرسة أهل البيت بصورة خاصة ما من يوم إلا وفي هذه الدعاء أدعية يومية وأدعية الشهور بل في المناجات الخمسة عشر التي تركها ما أحلاها من مناجات إلهي كسري لا يجبره إلا لطفك وحنانك ووسواس صدري لا يزيله إلا النظر إلى وجهك ها أنا ببابك رميك واقف وإلى نفحات برك متعرض وبحبلك المعتصم إلى آخر ما يشير من لفة في الإسلوب الأمام السجاد سلام الله عليه هكذا بنى المسلمين ووجه المسلمين إلى الله سبحانه وتعالى وإلى مدرسة أهل البيت بحلاوة هذه الأدعية إذا تذلي إجا شي في بالي الآن أنه في سنة سبعين ونيف للهجرة يقولون أمحلت الأرض وأجدبت ومنعت السماء أبوابها صار قحط في مكة خصوصا كان موسم الحج وإجوا كبار العلماء في ذلك الزمان أهل مكة لا ذو بيهم بأي أمثال أيوب السجستاني صالح المري سعدان محمد الكوفي قال لهم أنت أهل علم ودراية ومعرفة تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى يقول دعوا دعوا ما استجاب الدعاء لم يجاب له هل أثناء إجا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قال أما فيكم أحد يحبه الله قالوا بعضهم ما عرفه قالوا ما تقول أيها الفتاة إنما ندعو وعليه الإجابة قال افسحوا لي المجال يقول أخذ بالملتزم ومد يده يقول ما أكمل دعاءه حتى بدأت الغيوم تدخل إلى صحن المسجد الأكبر ما أعاد يده إلى نحره حتى فتحت السماء أبوابها كأنها شآبيب القرم يقول تعجبه عن استجابة الدعاء بعضهم سأل بهذه السرعة بهذه السرعة قال وكيف علمت أنه يحبك حتى الطريقة اللي دع منها يقولون بعضهم سمعنا أمرا عجيبا أو عجابا ما الذي سمعتهم قال إلهي بمحبتك لي إلا ما سقيتنا الغوث قالوا ما أجرأه أن نقول نحن نحبك يا إلهي وعكس الموضوع بأنه يدعو الله يدعو الله بمحبة الله له أن ينزل الله قالوا من أي بيت هذا وأي غلام هذا وأي منزل وأي منزل سألوا ورمى مطرة السماء قالوا كيف علمت أنه يحبك قال لأنه استزارني فلو لم يحبني لم يستزرني مش خطوات راد يطلع يقولون أيوب استجستاني سأل من هذا الغلام قال له صالح المري هذا علي ابن الحسين بن علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلام عليكم نعم حسنتم هذه واحدة من الكنوز الرسالة الصحيفة السجادية وصلنا كتاب ألا وهو رسالة الحقوق هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب الذي فيه بنود ما انطبق لوصل المجتمع إلى الرشاد ما مدى الاهتمام أو ما توصون في الاهتمام بهذا الكتاب بل لا شك أن تراث أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم كبير وغزير وما وصلنا منهم من ضمنها هذه الرسالة رسالة الحقوق بالمناسبة هي رسالة متكاملة في كل مجال الحياة في كل مجالات الحياة يعني يتعرض كما أن القرآن الكريم نظم الحياة الاجتماعية بصورة عامة الأسرية بصورة خاصة بيّن العلاقة الأب بالأبن مو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مثلا في موضع الإمام زين العابدين فصل وبين وحدد وقيد هذه الأوامر الإلهية التي أرادها الله ببيان هذه الرسالة يعني كأنما استخلص استخلص جزاكم الله خير وإلا تشوف جنابكم أنه الإمام فيها يتطرق إلى معاملة الأم معاملة الجار معاملة القرين معاملة الصديق وهو موضع في الأبواب باب حق الله عز وجل وباب الجوارح حق الجوارح وباب حق الجار وما إلى ذلك حتى أجل الله الإمام حتى حق الحيوان بدكور فيها يقولون في رواية عنه يقول هذه ناقتي حججت عليها عشرون حجة فما كعمتها بصوت معنى الحديث هذا الشكل اللي يحضرني أقول أنا فستذكرتني جزاكم الله خير أقول بعض المنظمات إنسانية أو مثلا أو جمعيات السلام بالأخضر أو الرفق بالحيوان أقول يا ريت يأخذوا من هذا المنبع الصافي من هذا الرضاء بالعذب من أهل البيت لا سيما الإمام زين العابدي شون يتعاملوا ليس الأمر مقتصر على الجمعيات فقط فعلى الناس جميعا بدون استثناء فقط يحاولوا الاطلاع على هذه البنود الاطلاع على هذه الحقوق كي يعرفوا أن الإمام السجاد عليه السلام قبل ألف وأربعم سنة تقريبا هو ذاكر هذه الحقوق الآن الناس اتجهت نحو المنظمات ونحو منظمات حقوق الإنسان وأجل لكم الله حقوق الحيوان فعلا نشوف الناس خصوصا نحن الآن في زمان هاي التواصل والأجهزة وغيرها نشوف أنه ينشرون أجل لكم الله حيوانات تؤبر الشارع وقفه والسير مثلا على سبيل المثال أو رفق بحيوان يريد يغرق أنقذه أقول هذا مصداق لتعاليم ديننا الحنيف يعني أنه الرفق والرأفة والرحمة بكل ما الله سبحانه وتعالى جعل له روح أهل البيت سلام الله عليهم بيّن وإلا شنو يقول حججت عشرون عاما فما ضربتها بصوتا واحد وهي قد الداب لا تسير إلا بهذا الأمر لكن مصداق للرأفة والرحمة والشفقة التي يتمتع بها هؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم نعم هذا الدور التضيل الذي كان موجود في ذاك الزمان في الشام اليوم ونحن نواجه هذه التحديات ما دوره الشاب المثقف والإنسان المثقف والإنسان المؤمن في معالجة مشاكل الناس في مجابهة هذه الفتن بالاقتداء بالإمام السجاد عليه السلام تمهيدا لمولانا صاحب العصر والزمان جزاكم الله خير لا شك أن الأسلوب أيضا اختلف في هذا الزمان يعني إذا كان نتحدث عن الإمام زين العابدين كان السلاح السيف والرمح مو هالشكل يعني هذا بأزمنة أخرى ممكن إلى زمان ليس ببعيد كانت البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو السلاح الباليستي أو غيرها هي اللي سائدة فيه الآن الأسلحة أخطر جدا وأخطر كلمة جدا لأعيدها لازم كذا مرة بسلاح فكري الآن غزو فكري غزو هذه الأجهزة اللي فيه جيبي وجيبك الآن هذه الأجهزة اللوحية والذكية فيها من المخاطر وفيها ما لا يعني يحمد عقباه إن استمر الحال لذلك تشوف الدعوة هي واحدة الله يأمر المسلمين بصورة عامة يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ترهبون به عدو الله وعدوك مرة تكون الذراع ومرة يكون الصولة والجولة مرة يكون اللسان مرة يكون السكر والعقيدة تصحيح المسار الآن مثلا على سنة ليس بوقت ببعيد عننا هذه السنين الأخيرة شفنا جنابكم والعالم كله شاف داعش وغير داعش إجعوا بجلباب للإسلام إجعوا بتشويه صفحة الإسلام ولو سودوا جباهم ولكن الفكر هو فكر لكن بدعوة واحدة من رجل هو سار على نهج محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أسكت هذه الفتن كما آباء وأجداد كان لهم الدور في إسكات فتن وأمور كثيرة في ذلك الزمان علينا أن نعرف جادة الحق ونعرف بالمحجة الواضحة التي نسير عليها من جانب لنصل إلى الوفاظ والمفاظ الذي فيه نجاتنا ومن جانب آخر أن نتعرف على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وما أراد الله مننا في زمن الانتظار وفي زمن تهيئة الأمور بأن نكون لائقين حتى نكون جنود من جنود صلوات الله وسلامه عليه وآله أحسنتم كثيراً هو هذا الدور الفعال للإنسان الواعي والمثقف هو نشر ما دعا إليه أهل البيت عليه وسلام بحكمة وبدعوة الحق أحسنتم كثيراً جناب الشيخ كان حواراً مليئاً بالمعلومات القيمة عن الإمام السجاد عليه السلام وما استخلصه وما ورثناه عن الإمام السجاد سلام الله عليه شاكراً جداً لوجودكم معنا جناب الشيخ أعزان المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة بذكرى الولادة الميمونة لسيدنا ومولانا علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه سائلين الباري عز وجل أن ينور قلوبنا بهذه الآثار القيمة وأن نسير على دربه سلام الله عليه شكراً لكم على حسن الإصغاء والمتابعة أكرر شكري لضيفي العزيز جناب الشيخ علي السعيدي نلتقيكم إن شاء الله في حلقات خاصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم بعد شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر